والله اتعاقد مع كيروش ان تم سيكون يعني ضربة موفقة جدا للمنتخب الجزائري لانه مدرب من طراز ممتاز مدرب احدث نقلة نوعية في كرة القدم المصرية رغم قصر المدة التي تولى فيها المسئولية اخرج الكثير من اللاعبين الجدد ضخ دماء جديدة في المنتخب يعني قام بعملية تجديد اكتشف الكثير من العناصر التي صارت بعد ذلك من القوام الاساسي للفراعنة مثل محمد عبد المنعم قلب الدفاع مثل عمر كمال الظاهير الايمن يعني الكثير من اللاعبين عمر مرموش جناح الايصر كثير من اللاعبين منحهم كيروش الفرصة للمرة الاولى وبعد ذلك تحولوا الى عناصر فاعلة ووازنة في المنتخب المصري واعتقد ان هذا هو ما تحتاجه الجزائر في الفترة الراهنة المنتخب الجزائري يحتاج الى التعابل الاكثر باكثر عدالة مع اللاعبين منح الفرصة للكثير من العناصر الجديد عذاب الاقتصار على مجموعة معينة مهما كانت الانجازات التي حققتها كذلك الاهتمام بلاعب البطولة المحلية وانا اعتقد ان الدوري الجزائري يولاد وشاهدنا الكثير من اللاعبين المميزين مثل بالعيد مثل حسام الدين مرزيق قبل ان يخرج للبرتغال يعني اعتقد هؤلاء اللاعبين لديهم اهلية للاعب لمنتخب الجزائر واعتقد ان كيروش سيكون قادرا على استثمار هذه المواهب وفتح باب المنتخب واشعال المنافسة على تمثيل الفريق الوطني من الناحية النفسية كيروش مدرب ممتاز يجيد تحميس اللاعبين اذكاء الروح القتالية وانا اعتقد ان الروح القتالية تميز الشخص الجزائري مثلما تميز اللاعب المصري وبالتالي سينجح في التعامل مع اللاعبين الجزائريين من هذه الناحية قد يكون له الصدام مع بعض النجوم هنا او هناك وقد يستبعد بعض الاسماء في البداية لكن بعد ذلك سيضع حجر اساس لمنتخب ليس فقط لحقبته هو ولكن حتى لحقبة من يليه في المسئولية في المستقبل اعتقد انه لو تم سيكون تعاقدا موفقا جدا جدا هو رجل يعرف الشرق الاوسط يعرف المجتمعات الاسلامية يعني عمل في ايران فترة طويلة ثم عمل في مصر وبالتالي سيتأقلم بسرعة مع الاجواء في الجزائر وسيفهم الواقع لديه ايضا دراية معقولة باللغة الفرنسية ومن ثم التواصل مع اللاعبين لن يمثل عائقا على الاطلاق هو رجل يعني ايضا ابن القارة الافريقية ولد في موزنبيق ويعرفها جيدا ثم عمل في اعلى المستويات في ريال مادريد في منشستر يونايتد مع كبار اللاعبين على مستوى العالم وبالتالي هو خيار ممتاز 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 اذا تم اعتقد ستكون ضربة موفقة جدا للاتحادية الجزائرية الفاف برئاسة سيد وليد صادي سيكون فعلا قد احسن الاختيار زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر